السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وتحدي جديد ومناظرة جديدة ومنأشة جديدة سينمائية من دور الستاشر في البداية أرحب بضيوفي مستر هادي باسيوني اللي احنا قعدنا معانا وصهرنا وخدنام أولى اليوم كله أهلا بيك دود أهلا بيك أنا بقول ده كله عشان احنا صورنا بالفعل قبل الحلقة داية حلقة دور الستاشر القروي وهادي برضو كان معانا وكالعادة البطل العائد مرة أخرى مستر محمود أبو اسماعيل عشان نلعب مع بعض قيمة خاصة جدا وساخنة جدا تعبنا شوية في ان احنا نوصل لستاشر اسم بتاعها ولكن عملية الوصول لستاشر اسم موجودة للمنتسبين من اللينك لي في الديسكريبشن من زرار الجوين تقدروا تتفرجوا عليها وتعرفوا أنهي أفلام دخلت ودخلت ليه وأنهي أفلام خرجت وخرجت ليه وأنهي أفلام نسناها وما عندناش أي تبرير لأننا نسناها لأن اللي احنا هنلعبه دلوقتي هو إيه أدود أحسن فيلم بطولة جماعية أحسن فيلم بطولة جماعية أحسن فيلم بطولة جماعية بنعرفه إزاي اللي يكون على البوستر بتاع الفيلم فيه أكتر من واحد محطوط والبطولة شبه متساوية ما بينهم يعني احنا قلنا أن الرقم السحري هو ثلاثة فما فوق يعني بطء فيلم بطولة طولاثية فما هو أكتر وبنتكلم في الألفية الجديدة فقط مش في تاريخ السنة ما بشكل عام فيه إيه تاني مقدمات بقولوا اللايك بعد إذنكم لو سمحتوا بيدعمنا وبيزبطنا وبيسعدنا وبيفرحنا وبأوضح أنوا عجبكم الفكرة والكلام ده كله ولينكات الشباب قنوات اليوتيوب بقون قنوات دلوقتي طبعا إحنا عارفين والحاجات كلها موجود تحت في الديسكريبشن ياريت تبصوا على الحاجة لو ما كنتوش تعرفوها بالفعل احنا كده كده الشباب يعني ينجم عاديين ومش محتاجين أي حاجة من الكلام ده ولكن محدش يستغنى عن الكلام ده في نفس الوقت مش عارفة أقول إيه بسمع علينا يلا بينا نلعب يلا بينا ننتقل للقرعة عشان الناس تتعرف مين هي الأفلام إيه اللي معادي لا 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 ماشي طيب المارش الأول دور الستاشر المباراة الأولى كابر ايه كابر ايه إنتاج الفين وتمانية وأظن من فيلمك يا بريه فهمته الحاجة اللي احنا بنلعبها الفيلم اللي يكون فيه أستعير كلمة قالها أستاذ كوكبة من النجوم ستة سبعة تمانية يلا عم حمو عندنا وقفت رجالة ألفين واحد وعشرين ألرأي وده لأن الكوميدي ممكن تخش معنا عادي يس ولاد رزق الفين وخمستاشر أو تصدق أنا ما كنتش عارف أتخيل المتشاط لغاية لما انتبتش أكلم ولقيت أن الموضوع مش سهل خالص يطلق منه لعب نقول موضوع أن أولاد رزق ممثلا لل للفيلمين للفيلمين مع بعض حب البنات ألفين واربعة يقابل ويلاقي وينافس اشتباك ألفين وستة عشر أو سبعتاشر ماشي حاجة في الرنج دا يا أوقات فراغ أوقات فراغ ألفين وستة هيلعب ليلة البيبي دول أوكي 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 عندنا الفرح ألفين وتسعة أوكي وعندنا هب تألفين وستة عشر الوكالة حلو وكالة مرة حسحب الكنز ألفين وستة عشر كذلك ممثلا عن الجزئين بتو يكابل عمارة يعقبيان ألفين وستة ممنا سمير وشهير وبهير ألفين وعشرة هيلعب الأصوات دي أحلى حاجة في الموضوع جدا بقولك أنا حعملها فيديو سهر الليالي دا يكون المنتسبين أعتقد عملوا إيه المنتسبين أه وبأسقصة الورق بالأسقصة الورق بالفتحة بالأسقصة بتاعه وأنا بقلبها آخر مهاتش فيلم ثقافي فائز صابق في دول 16 ممكن تعمل المونتاج سريع زي ريكو اللي هي في كل حلقة دم الغزال ألفين وخمسة دم الغزال ألفين وخمسة طبعا ممكن بقى يجي في بالكم إزاي الفيلم دوت ما جايش إزاي الفيلم دوت ما عملش إزاي الفيلم ده ما عرفش مين الإجابات زي ما قولنا في أتصور بصقه هي اللي احنا صورناه طويل جدا الناحية التانية بس ما عتقدش إن كله حينزل فمش عارف لما لما نئدته علشان نوصل بس لعملات الاختيارة بتاعة الكاتيجوري ده بالتحديد هيطلع قد إيه بس ممكن تطلع حلقة طويلة اللي هي الحلقة التانية يعني غير الحلقة دي دي بقى هتطلع طويلة وسيارة معرفش ده اللي حيبينه لما ننزل جوه المنافسة بالمباراة الأولى ما بين كبريه وستة سبعة تمانية انا حفوت كبريه لإني ما شفتش ستة سبعة تمانية اعتراف يا جماعة احنا قاسفين احنا برضو القاعدة بتاعتنا كانت لو فيه فيلم فيه اتنين ما شفوهوش بنطلعو لو فيه واحد بس ما شفوهوش بيفضل فستة سبعة تمانية انا مش فتوهوش للأسف لذلك انا الفوت بتاعي رايح بوضوح لكبريه حلو انت بالنسبالك شايف ان ستة سبعة تمانية يستحق ان هو يفوز دي بسهولة يفوز ايه يفوز كبريه لا لا ما يفوزوش بسهولة ده لا من اللي ما يفوز ستة سبعة تمانية ما يكسبش كبريه بسهولة لا ده ده انت قلت ايو انت قلت انت اش متعلم بستة سبعة تمانية ايو لا يعني انا انا حاسس كبريه ممكن يكسب اصلا ايو فيه ما بدأ ينخد فوت لا بس انا فوت خيبان واحد ما لياخد التاني يعني الفوت ده ما ينفعش يبقى سوينج خالص انت ممكن تعتبرني ماليش في الماتش ده وتعني على جنب انسب يعني وانتو لو بقت سوينج جاية قوي يعني ممكن بقى خلاص فاكرت ان انا ما شفتوش دايبت اللي اترجح يا اما لو انتو من الاتنين ميلين في كافة واحدة خلاص مش هو لو كان حلو وكفاية كان شافه ولا ايه ولا مش شرط اه لا لا مش 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 هي دي الانيس عليها احنا هنعمل الانانوميس فوت او التوقع بس انا المرة دي انا ما عنديش انا عندي انا عندي انا عندي انا عنديش حاجة نيف انا حكي تبقى الاول بقى على سبيل التغيير الاول مرة في حياتي من الذي نتوقع ان يفوز وممكن يكون متحيزين له ولكن مش بشكل متعصب مش براه نتوقع الانا وبعدين افاق باين اشتائي غلا بيد انا مش بس انا مش بس حضا ارحا قمنا لما كتبتها لا سير شكرا شكرا لان هو كفيلم انسامبل فلا البطولة متقسمة بالعدل جدا في فيلم كابري اكتر من فيلم ستة سبعة تمانية يعني يمكن تقول ان فيلم ستة سبعة تمانية نيلي كريم هي اللي واخدى الليد شوية في الفيلم ده وهي برضو اللي بتانتراكت او بتتفاعل مع الاتنين التانيين اللي موجودين في الفيلم في الفيلم فهم متمحورين متمحورين حواليها حواليها زيادة بس يعني ست سبعة تمانية بقى ما هيفضل برضا انا بايس لي شوية ان ده من اوائل الافلام اللي برضو اديتني الزقة دي ان لا في في حاجات تقيلة عمالة تتعمل في في السينما المصرية ومن اخراج محمد دياب ويعني بصماته موجودة على على الشيخ ده هو اصلا انا شايف ان ده الفيلم اللي حطه على الماب اه اساسا فيلم ستة سبعة تمانية ميك يور كيس قولي الكيس بتاعتك لفيلم كبارية لا انا انا بالنسبة لي ستة سبعة تمانية يعني مطميني شوية ان محمد دياب لي افلام تانية في الليستة ومش هيخرج بدري كده وكبارية انا شايفه جماهيري اكتر مسلي اكتر التاني القضية متقيلة لفيلم شوية مبطق الريتم شوية طب ما في افلام كتيرة موجودة هنا القضايا بتاعتها تقيلة جدا والنهية موجودة وجزة انسابل ده بيساعد القضايا انا مش مقصرة على الجماهيرية انا حاسس كبارية وحاجة تانية كبارية في فرايتي في الحواديث يعني عندك مثلا اربع حواديث مختلفين تماما واحد حلمه نفسه بقى نجم في كبارية غني واحدة مش عارف كلهم في النهاية بيرتبطوا بالكبارية بس واحد مشكلته فلوس واحد مشكلته مش عارف ايه نجاح واحدة برضو للستوري وهكذا انا فاهمك انا فاهمك بس وانا فاهم ان هو فيلم انسامبل وينفع للليستة دي اكتر من ست سبع تمانية ولهو نتكلم من ناحية التنوع في الحواديث انا شايف ان ده صراحة ينفع كريتيريا ينجح فيلم من الافلام دي او يكون جزء من اللي بيخلي الفيلم انسامبل اساسا او الفيلم اه ليه اكتر من كبارية هو اللي اطلق تريند كان كويس في اوله وبعد كده بقى استهلاكي جدا اللي جي من الفيلم ساعة ونص اه يعني توقفنا عند الفرح وماكملناش بس هو فيه بعد كده ساعة ونص وفيه مش عارف الليلة الكبيرة ومتين جينيه وفيه واحد سفر وحاجات كتير جدا هو اللي اطلقه مخترعوش بس هو اللي اطلق شعبيته في الالفية الجديدة بشكل او باخر وفيه اداءات تمثيلية فوق الوصف يعني انا بقى هي المشكلة صراحة عبدالله ماجد الكدواني خلد الصوي حاني مش طبعية ايه ودنيا سامير غانم حتى واجهان فوضل بس بس سامره اه انا معاك اهي الفكرة بس الحاجة اللي مش مع بس بس سامره غريبا في الفرح ولا كان في كبارية في فرح في فرح ودنيا سامير غانم في الفرح ايهو بزبط يهد مش عايزة ترقص لحد ما راها دخلت ميكروبوس كده فكانوا هيختصب وهي نفسها ما تشتغلش في الشمال لقيت ان هم هيختصبوها فكررت خلاص بقى انا هروحها للكبارية فاخر مشهد لها قبل ما الكبارية بيتفجر بتروح وبتكرر ان انا خلاص انا بقى شكرها اوي بس قررت اهو لا يعني كان لا مش بشك كي يعني اهو كبارية كان فيه مجد الكدواني شغال في الحمام يس كان جبار وصلاح عبدالله بالازدواجية بتاعت شخصيته وبتاعت اللبن ويطلع الحج علشان يخسل الزنوب اللي حيرتكبها السنة كلها اه سامحك ازاي بعد النجستيل الكبارية وبصراحة اه اه وبصراحة دور فتحة عبدالوهاب مش شغالة مولانا مولانا بس الحاجات اللي بقولها دي كلها ديها علاقة بالن الفيلم ده جماهيري بردو يعني في ال 6 7 8 في حلوة تانية مش جماهيري المخلية يعني اكثر شوية يعني صناع السينما اعتقد هيحبه 67 8 اكثر فيلم حلو فيلم حلو بس في النقاش ده مش فيلم انسامبل يعني ما يخدموش انه هو فيلم انسامبل هو يخدمه ان هو فيلم حلو بقضية جدة بشكل مش طبيعي فعلشان كده يعني انا عايزه يفوز بس انا عارف ان الباتل دي او الخناء اللي بتحصل دي هي مش الخناء بتاعته اساسا اوكي يعني مش الخناء بتاعته as much as فيلم زي كاباري فانا هفوت 6-7-8 في كل الاحوال بس ان كاباري هو اللي هيموفان بس انا ادي الفوت بتاعي 6-8 انا هكسب كاباري الصلاة اوكي انا ماتش صعب بس ايه طالما انت مش متمسك قوي لا 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 خلص ممكن اسوانده واخلص انتقل ان دي مش الخناءة مش الخناءة بتاعها 6-7-8 برق كاباري جو واقفة رجالة وولاد رز جميل جدا انا هاخد دلوقتي موقف الاستاذ محمود مهدي اللي لسه واخده من شوية لان انا متركش على واقفة رجالة فاق اوكي فايت ارويج انا فايت ما انت ايه لا امش عارف انت هتختار ايه انا اول واحد فوتوط المرة اللي فاتت فانت لت فوت المرة انا عمت انا مش مقرف انا بفكر معاك دلوقتي يعني انا بالنسبة لي ولاد رز برضو بعيد سنة عن اللي هو بس برضو مجموعة لا هو مجموعة ده دي على فكرة من الحاجات اللي اختلفنا عليها واحنا بنتكلم هل ده فيلم من بطولة جامعية ولا من بطولة احمد عز والباقين شخصيات مساندة انا ميال ان لانه بطولة جامعية هو اسمه ولاد رز مسموش باسم شخصية معينة والاربع شخصيات على البوستر كان لهم توازن كان لهم وجود وكلهم لعبوا ادوار ليها اهمية يعني والعملية لو كانت مربوطة فقط بان هما ولاد رز الابطال والا بتاع ما كانوش سووهم بالشكل ده لو عز تسمح لي اقول حاجة انا مش هدخل في الفايت بس ولاد رز انسامبل او فيلم جماعي اكتر من 6-7-8 بكتير يعني وبرضو انه بس مش فيلم اللي احمد عز لا ده اصلا النريتور في الفيلم اللي بيماشي القصة اللي شخصيات بتاعت احمد الفشاوي فلا كل الادوار ليها ليها دور لوحدهم مفروش يعني احنا شخصية الاخ التاني والاهمية بتاعته اللي بيعمل دورها عمري يوسف عمري يوسف ايوة لا يعني واخد راحته وشخصية كاملة لو هتلعب على ان كتير من اللي اكسب ولاد رزقة اهمية هو من الكلام بحرق بقى اللي ما شافش الفيلم احنا قسفين هالتوستالف الاخر وتوستالف الاخر احمد عز ما بيلعبش فيها دور هو ابطالها احمد الفشاوي واحمد داود طيب انا انا لما دخلت السينما دخلت ولاد رزق واحد اتبسطت اكتر من اول مرة شفتي ما دخلتوش سينما بس اتبسطت اكتر من اول مرة شفتي فيها وقفة رجالة اعتقد هكسب ولاد رزق بس وقفت رجالة فيلم كوميدي حلو برضه حلو يعني ممكن اما انت تتكلم اغير رأيي لا مش غير رأيي انا حفوت ولاد رزق برضو اه لا يبقى وهو ولاد رزق ولاد رزق الاول انا انا توهمت بالتلاعب بالايقاع والتوست اللي في الاخر اقدر ننسي تكومنج وده موضوع مش سهل خالص في فيلم مصري ان يعمل عليك لعبة وما تشوفهاش وخصوصا ان هو مخترعهاش تعرف اكتر حاجة حبيتها في ولاد رزق واحد ايه لما خلاص عرفنا التوستية دي وجيه بقى احمد الفي شاوب شخصيته الحقيقية وداود بقى وعامل فيها اللي هو العبيد شوية يا عملها حلو قوي يس في الجزء الاول هو الجزء التاني طبعا مثلها بقى طول فيلم بيمثل بيها بس الجزء الاول كانت حلو قوي يس وكتعودة للسينما كنا مغايبين فترة بقى السينما وقع بتاعة مش سنتها في نفس الموسم كان لا فو دوران لا لا فو دوران كان فيلم ستاشر بس كان فيه فيلم تاني مهمة مع الولاد ريزق امرس مش واكر كان ايه واقفة رجالة فيلم محترم جدا انزلق في بعض الاحيان للفارس الزائد في الكوميديا مع الوضع في الاعتبار ان هو بشكل عام فيلم مشتافة لان هو بيتكلم عن حاجة مهمة عن مرحلة عمرية في حياة البني ادم ما بتنالش كلام كبير الصراع في العلاقات حتى في الفترة في السن الكبير دوت اللي يفضل طول عمره عازب رغم ان هو غني وبتاعه ودلوقتي بيبص على اللي ممكن يعمله بحياته اللي بيفقد مراته المفروض ان بوصلته تبقى عاملة ازاي في الحياة وعايش ازاي اللي عيلته بتعامله على انه ما كانت فلوسه بس مقابل اللي في حاجة فطور ما بينه وما بين مراته اللي هو بيومي فؤاد وبعدين اللحظات المصرحة اللي ما بينهم وما بين بعض كانت جميلة جدا عجبني اوي برضو الجيمك اللي عملوها في الاخر نومة لما دخلوا خناقة الكبار هما اللي كسبوا وكان عندهم جملة مش بالسن ومش بالجسم يعني هي بالمخ معنا انا باول مرة شفت فيها وقفت رجالي حسيت ان هو كان ممكن يبقى احلى لان عندك ممثلين في الكوميديا ممكن يبقى احلى وفي التمثيل ممكن يبقى احلى صح كان راشت شوية يعني ما شويتش فمش فاهم ايه يعني حاولوا يخصصوا يعني طول ما انت ماشي جوا احداث الفيلم بتحاول ترمي على الكوميديا اللي مش عارف ايه علاقتها باللي احنا تفرج فيه قوي بنات على ياخت معرفش ايه على حاجات زي كده وسبت الكوميديا اللي ممكن تطلع من مواقفهم في الحياة والصعبات اللي ما بيقابلوها فعلا وروح تجيت في الاخر محملها على ميلو دراما قوي مشهد لكل واحد وكلهم حلوين بس اللي هو انت لو كنت زي ما تقول كده دوبتها جوا الاحداث بتاعت الفيلم كانت ممكن تخلي الدنيا قلت اه فلا يعني بوقفة رجالنا فيلم بحبه جدا جدا كمان بس وليدرز ايه امباكت اكبر كمان وليدرز ايه تاز وليدرز ايه تقدم وكده بصنعة لطافة خلصنا من الافلام اللي في حد مش شايفها ايه 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 واول مباراة احنا التلاتة حنشارك فيها دعا حب البنات واشتباك حب البنات اوكي هم بتا استخدمت حب البنات في الفيديوهات كتير اه واشتباك برضه هم وحب البنات فيلم الميمز اللي تقدر تطلع منه وتم اكتشافها مؤخرا الرياكشنية بتاعة اشرف عبدالباقي والكلام ده فيم ده بحب اوه هو الميم الاوضح منه كان بتاعة حنام توركو برادة اه اللي هو اسمه ايه بيغني انت بتغني انا لا لا فيه فيه حاجات كتير اللي هو ايرانيك جدا ان هي تطلع من الفيلم ده بس الناس كتير الفيلم ده فعلا تراجع عليها في وقت ما هو فيلم اللطيف اه بس اسمه ده هتجرب امو يعني مش هتحطوا قدام اشتباك اسشان نكون صراحين مهنا اذا اقول حاجة الفيلم مش عارف بقى هو على حسب احنا بالسينما بالنسبة لنا كده كده اشتباك سينمايا يعني لو هتقيمه هياخد درجات اعلى كدرجات ماشي بس حب البنات انا في الاخر ممكن اكسب اشتباك بس هقول لكم حب البنات فيه ميزة انه هو فيلم مريح للاعصاب يعني انت تحب تشوفه انت هتقد كده حب البنات شغالها على التلفزيون مثلا هتسيبه هتقده تبقى مرتاح ومبسوط وتخش اتنام بعد اي انا فهم فيلم لزيز اوي يعني هو اللي انا مستغربه في فيلم زي حب البنات انه هو اتقاش دول يعني بعد مرور المدة دي كلها عليه لا هو لسه فيلم تقدر تبلعه ببساطة وخلي بالك نجومه كتير برضو حنان تورك ليلة ليلة علوي احمد عز احمد عز خلدة ابو النجا خلدة ابو النجا احمد برادة سنسور ارد واشرف عبد الباقي واشرف عبد الباقي تحكل ايه على المشهد بتاع خلدة ابو النجا انت عارف المشهد انت عارف انا فضح كنا اه مش عارف لا انا روحش تباك وبرضو من الافلام الخفيفة يعني مش عايزين الجنر بس تحكمنا هو من الافلام الخفيفة اللي اتعملت حلوة اوي برضو صح يعني انا انا ما بقللش من وزن الفيلم اللطيف الحلو اللي بيسموه المدفق للقلوب يتبقون من عليه بابتسامة هل اعتبر جلتي بليجر لا مش جلتي بليجر لا مش فيلم عبيد انا ما قداش اقول عليه فيلم عبيد يعني هو فيلم حلو فعلا بس يعني المقارنة اللي جات في دماغي اه فكرة الافلام الحلوة اليميلة تديها وزن كبير ولكن دائما تحط في الاعتبار في مسابقتنا المشؤومة ديت هو بيلعبني فده يدي له وزن يكسبوا ناس زي بالظبط ما تجري ماجواير مثلا يكسب حاجات كتير بس ما يكسبش دجات فاضل مهما حصل يعني مع الفارق بس لما تيجي تتكلم في السينما فيها تحديات اكبر فيها مناسبة اكتر للقايمة كذلك اشتباك بطولة جماعية على حق ربنا ما ينفعش نطلع منه بطل ما ينفعش نقول ده مجازا حددته هي اللي في المحور والبقين بيلفوا حواليه لا هو ده فعلا كل الحوادية اللي فيه ايوه طبعا وفي شوية ابداعات انتو كمخرجين يعني تقدروها اكتر مني كمان بس هو في حاجة في حب البنات برضو ان هو يعني الناس ارتبطت بيه ودي حاجة برضو مش قليلة خالص اشتباك رغم عظمته اي حد هيشوفه هيقول في المعظم بس مين لا بقى مشكلته ان هو موضوع وموضوع منفر ما يخلكش تحب تدع بس ده ما قاليش من اهميته لاقا ايوه وفي افلام هي معمولة عشان كده عشان انت بتفرج عليها مرة عشان يصدبك ايوه بالضبط ومش عايز ترجع له تاني وده شيء مفهوم الفيلم مش عايزك تقول ترجع له تاني كتير لا انت فهمته مرة هترجع تاني بس عشان تدرسه ترجع تاني عشان تتعلم حاجة انا رجل موهوم بقول بوي وعمري بحط فرج عليه تاني انا اشتبك 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 ادخلت في السينما مرتين قلتلكم احبه قوي يعني والمناسبة دخلت حب البنات في السينما كنت في السينما الواحدي انا ومامتي واختي مفيش غيرنا في السينما كلها يعني انا ولاي احتمالي يكون اشتبكا كده بس ده لاني بخش السينما في وسط الاسبوع الصبح ده كويس انهم بيبقوا فاتحين اصلا اوقات فراغ وليلة البيبي دول اوه اه ابتدى انا اه اوقات فراغ بشكل واضح وقاسم واكيد اه اوقات فراغ سيناريو محترم قوي اه بعيدا عن الحتة اللي فيه اللي حاول يوصل بالفضائل يعني ابتدى يربط الرحلة بتاعت الشباب بان احنا نرجع للفضيلة تاني في حاجات مش لازة تكون فضيلة دينية يعني حتى لو فضيلة اجتماعية اه وده مقبول جدا بالنسبة لناس في اول تجاربهم وما بدى او ما اتضح بعد ذلك انها اخر تجاربهم هاشي مكتب تاني بعد كده بتوع وقت فراغ لا اعملوا الماجيك اه صح ممكن بس شتان ليلة البيبي دول انا مش شايفه فيلم حلو من اساسه ليلة البيبي دول في الوقت بتاعها انا فاكر اد ايه كان كل الناس بتقول ده بيك ديل ده حاجة مهمة طبعا والاول مشهد البداية انت بتتكلم جاي بالتراجي دي اللي انت بتشوفها في العالم كله بتشوف بقى من وجهة نظر العرب كتتعملها ازاي يعني لا انا انا عايز ادخل في حاجة كبيرة تحصل بس في الاخر بيفلوب على اخر كله اللي هو اه لا مش زي ما كنت فاكر في البداية اوات فراغ العكس تماما اوات فراغ انت بادئ الفيلم اللي هو يكون حاجة فانيليا جدا كاجول جدا شبع ديين مع مرور الفيلم بيتحول حقيقي بيتحول حقيقي والتأثير بتاعها وقت فراغ للجيل بتاعنا انا فاكر وقت اللي هو كنت بتحس بالان ان انت بتعمل ايه لازم تستخبى كده وانت بتفرج على الفيلم ده وانت بتعيده للمرة للخمسة لستة عشان انت عارف ان الفيلم ده مهم خاصة للوقت اللي نزل فيه للجيل بتاعه هو بتفرج عليه فكرة ان انت كنت بتكووته 24 ساعة عشان الحاجات اللي بتحصل دي انت عارفها وانت عايشها فكان ليه تأثير كبير اللي كان متوقع ان فيلم الليل تلبيب دول هيكون عامل زيه بس العكس تماما والله حصل انا برضو هختار اوات فراغ علشان يعني هما عكس بعض فقا زي ما انت قلت واحد الناس مش مستنية منه حايفيش وكسر الدنيا وواحد جاي بقى نفس الشركة اللي خلاص عملت عمارة يعقوبيان جاي بقى بتعمل فيلم هو الهايه بتاعته كانت مبنية على كده؟ وفلوس يامة وبتاعته ونور الشريف ومحمود عبدالعزيز وجمال سليمان اهدت فاكر الاعلان فاكر الهايه بفعلا اللي اتعامل عليه مش كلتي مع ليلة البيبي دول انه هو حاول يدي بعد دولي عالمي وينقل وقائع واحداث وكلام زي ده للأسف بنفس الطريقة تاعت المسلسلات المصرية اغلب التعامل الدولي كان كارتوني جدا وملوش وزن خالص مفيهوش اي جديد ما قدمه لما تضعف الاعتبار الانتاج اللي وراه والاسماء اللي وراه والحاجات دهات كلها كان المفروض يتلاحص من كده كتير بالزبط لأ قاد فراغ التريلر بتاعه كسر الدنيا على فكرة لما نزل افاكر انا مش فاكر تريلر انا مش فاكر كان انا خبت الهايب كان 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 الناس افتكرت ان هي هتخش هو تريلر مش عارف اقول كده اللي تريلر كان فيه حاجات اللي هي تشد الجمهور اه حاجات اه اه ماشي حاجات ثقافية يعني بيعا يعني اللي هو الجمهور حاسنا هيخش اليه اي وقت احنا هنسفل في الفيلم ده كان كله باكد اشت اوقات فراغ يتقدم ليلة البيبي دول يغادرنا عشان ننتقل للجانب الاخر الفرح يقابل هيبت انا بتعيدل لان ده مطش صعب انا مش عارف حيزة تسمين الباقين كلهم كانوا واضح بالنسبة لي ده مش عارف بجاب انت عارف اه هو انا صراحة هيبت اتفرجت عليه بمرة واحدة اول لما نزل مرجعتش هزوره مرة تانية وانا فاكر شعوري لما اتفرجت عليه اول مرة ما تعلقتش بيه بس برضو ده ممكن يكون جايه من حتة بايس شان النوعية دي من الافلام اللي هي فيها حب زيادة على اللزوم فيها كيوتنس زيادة على اللزوم انا اللي هو طب هل ممكن نركز ان احنا نحكي قصة اجمد من كده وفكرة الناريشن لما يكون معمول في فيلم انا حبه يكون معمول بسبب انا عايز مارتن اسكورسيزي الناريشن بتاعه انما يكون الفيلم كامل مبني على فكرة المحاضرة واو 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 بس لما يترجم سينما مش انتريستنج مش انتريستنج ان يكون فيه مشاهد طويلة جدا وانا قاعد بتفرج على واحد قاعد على مصرح وبيتكلم بصريا انت كلمتني بلغة السينما ازاي ما خدتش الحتة دي من هبتة وفكرة اللفة اللي في الاخر وان كلهم وان كلهم والعلاقة دي والكلام ده كانت مقرية من بدري ما كانتش انا بمنتهى الامان انا فاكر الفيلم كويس بس مش فاكر اذا كنت توقعتها ولا مش فاكر يعني مش متأكد اني ما توقعتها انا مش فاكر اذا كنت توقعتها يمكن لو رجعت الريفيو بتاعتي الاقي بس من ناحية كانت ماشي جميلة وكل حاجة بس مش اللي هو الحاجة الماين بلونج يعني ما كانتش زي التوستال فلاد ريز لاب اسهر ازاي كانت جامدة كانت حاجة حلوة جدا بس كتوست في الاخر فلاد ريز لا باعت اكتر من هبتة ولو هنتكلم من ناحية انسامبل انسامبل فانا اصلا يعني الفرح من ناحية انسامبل ف solution من ناحية حواديث جانبية لو نكلم من نفس الكريتيريا اللي اني نتكلم عنها دي لا حواديث جانبية جانبية اكتر وكل واحد دي الحدوتة بتاعته لو هبتة بالدفينيشن ده الحواديد الجنابية للكاست الكبير فتكنيكلي كل الناس اللي في القصة بتاعت هبتة ده السيم ستوري بس في أوقات مختلفة نعم أيوة بس أيوة فاهم بس كقصة كحواديد فرعية كوجود الأنسامل ده بيخدم على الحتة دي فالفرح يكسب في الحتة دي فبس ده انت رو فتر من الموضوع ده قدنا أرجع للأبين كده ريضة كده ريضة كانوا شخصيات مختلفة على فيلم بس نو 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 ده سنتظر مختلفة كنا عشان تكلمنا على النقطة دي واحنا نتكلم على فيلم كابيري فبس ده ده الاتنين سنت اللي موجود عندي في الخناءة دي أنا موفقك تماما في أن الرجوع تماما لنقطة الارتكاز بتاعت المحضرة ما كابتش موفق ودفع المحضرة لحد الحرج اللي هو نظام المحضرة دي لازم أكملها حتى لو أخر حاجة عملة في حيث بس أنا فاكر أني أنا استقنست بصراحة باللطافة الرومانسية اللي موجودة خصوصا أن هي لطافة الرومانسية فاشلة في أغلب مراحلها وده شيء مش منفصل عن الواقع يعني أنت بتقدمي شيء لطيف ولكنه قريب من الواقع قلت وسطية مش فاكر إذا كنت اكشفتها ولا أبس كانت عجباني متأكد أنها كانت عجباني حوار الفيلم أقول إن أقول كان عجبني بردول من الحاجات اللي لفتت نظري وعدد من الشخصات المسندة بما فيه محمد بديرة مثلا كان عامل دول مسند من أقوى ما يمكن وجميل جدا الفرح على الجانب الآخر فيلم قوي جدا فول وط لكباري مجد الكدواني هنا أحلى مجد الكدواني هنا أحلى معرفش المشهد المسرح اللي مدايقك ده من غير مجد الكدواني بالضبط ده شيء الوحيد ينقذ الموضوع ده بالضبط بالضبط أنا متفق مع ده كده ما تخليك مبسوط أنا عمتا أنا هستمتع لو الراجل ده بس قاعد يتكلم بس برضو ده أزل فيلم عمتا أزهول يعني حتى يعني مجد الكدواني حتى معرفش ينقذ الحتة ده أنا بصراحة أنا هالفرح هبت أنا ببسطة قوي لما شفته وأداء مجد الكدواني كان عجبني قوي بتعدي مستمتع حتى أحمد مالك عجبني ويعني مين كان عمل اللي في النص ده أولاد رزق جايز دينا الشربين كان مطول شعر وكده بيرسم على الحيطة وكان في عمر يوسف عمر يوسف كان الشخص الأطمس سنن وهي اسمي الرئيس وهي بتمشي والصغيرين كان ملك وجميل عوض ولي كانت ملك ملك وجميل عوض طوز جود يا دمعة طوز جود أنا اللي مخليني ميال لإني أفوت لهبت عن الفرح إن المدرسة دي لها ممثل بالفعل وهو الممثل الأفضل كباريه انت بالنسبة لك كباريه أحلم الفرح أنا فريق الفرح فعلا فريق الفرح الفرح هو اللي حببني في كباريه على فكرة يعني هو لما حبيت الفرح رجعت شفت كباريه في حبيته الفرح برضه يعني لو عايزت تفتكره أنا فاكره أنا فاكره كوي فاكر الحدوطة بتاعت سلاح عبدالله فاكر الحدوطة مجد الكدواني فالدساوي محمود الجيندي أنا مش عارق ده هو اللي شهر الأغنيه على فكرة هو الفيلم بس أنا أنا كباريه مشاهده وموافقه ومواقفه واضحة عندي أكتر بصمتها واضحة عندي أكتر طب دنيا سمير غانجيه في كباريه والله في الفرح في الفرح ايو انو هيا بالنسبة لي يعني يعني أنو لو هقدم لحد ا qualche عشان يتفرج علي كباريه أو عشان يتفرج على الفرح مش هقول دنيا سمير غانجيه انا كنت من نفس الفريق بتاعك أنفنا إنها مكنتش فاكر نفسك عندly انفكرة ما كويس قوي في الفرح بس أنا فكرة كويس قويи من درجة أنك لما قولت دنيا سمير غانجيه أنا اختارت من قالت على الفرح مالذل؟ اوكي لا انتو بتقوله ارجي منطقه وما ننساش لا اصلا في مشاهد في الفرح يعني احنا مركزين في الفرح نفسه في مشاهد برا اللي هو استهدي بالله في كل مجلوب جمعية وديرة وحشني صوتك يا ابن الكلب لا وحشني صوتك يا ابن الكلب دي فيلم صلاح عبدالله برضو صلاح عبدالله مع ابنه لا لا مش هو هو كان وحشني صوتك يا ابن الكلب دي متأكد؟ يمكن يمكن ان اللي صحو على بعض كان واحد كان ليه ابن في دادا دو دي ما بيتكلمش خلص جايز هو ما كانش بالاخلاق دي ما كانش يقول يا ابن الكلب في الفرح انا فاهم اه 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 او كان المنولوجست اللي راحت عليه بالزبط ده كان محرج قدام خلاص لو انتم متحيزين للفرح بشكل واضح تماما هو الهبتة علامي برضو انا مش مش حرمي يعني مش عايز ارمي فوت قوي مع هبتة بس يعني ادي له عدلته مش اكتر بيرف الفرح مفزن فرح مفزن جميل عشان يقابل الفائز من الكنز وعمارة يعقبيان نايس نايس فائز واضح فائز واضح انا بالنسبة لي اه لان الكنز كتجربة كتجربة جيدة كانسامبل هو فيلم انسامبل جيد جدا بس عمارة يعقبيان ازا كلاسك ايضا انا مش يعني انا مش شايف ان عمارة يعقبيان هو افضل شكل كم ممكن يطلع به مش افضل فورمالي يعني البوتنشال اللي كان عند عمارة يعقبيان من الرواية انا قريت الرواية اللي طلع في الفيلم سبعين في الماية خمسة سبعين في الماية منه وحتى مش الرواية يعني ارمي حط الرواية على جنب ولا كأننا نعرف اي حاجة لما تيجي تتفرج على نور الشريف عاد الامام خالد صالح هند صبري وبعدين السابورتنج احمد بدير بالناس اللي حواليه بالجيجي البوستر ذات نفسه يخور مخيف بكل الحاجات اللي موجودة فيه بالكلام ده كله برضو اتصور او اتوقع اكتر من كده من النبيت وبالاضافة لانه فيه اللجأ شوية لبعض المشاهد الخطبية عشان يبروز اداءات معينة وعلى رأساها عاد الامام بالتحديد اتا عندك مش هاكل مع المشهد ده بس انا مش عارف ليه انت تحب المشهد ده انت ليك تعشق المشهد ده جدا شفت الحلقة بتاعتكم كنت بتشتمو المشهد ده انا بقى مش بقى بقى كنت مستغرب جدا مش انا عارف ان انت عندك مشكلة انت عارف ان عندي مشكلة ايه في عمرو طي ياقوبيان مش مع المشهد ده مع مشاهد الاكشن اللي فيها محمد امام بيهرب من البوليس وكده اكشن سرف وجاري ومسه مشاهد الاغتيال جبار الاغتيال جبار كده كده بالفتحة الولعب انه فتكر صوت الولعب تمام لا بس الاكشن اللي كان بيجري فيه من الوليس بعد مظاهرة الجامعة ده اكشن ده مش مش ستايل الفيلم يعني الفيلم ماشي في سكة كنت ممكن تجيبه بتقبض عليه مش اكشن مش عايز يشوف مطاردة فهمك 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 مش ده الفيلم اللي عايز يشوف فيه مطاردة فهمك بس معلينة مشاكلي مع مشهد الخطابة ديت هو انه للثاني افتكر ربنا واللي هو انت بس علشان خاطر الخطبة تكمل فقلوا فصاب ان يو فاوند جود اللي هو حتى ندمك على الحياة كلها مش مفترض ان يكوننا من المنظور ده الشخصية مش تروت للحيطة ديت وبعدين البادي موفمنت انا اييده انا مش بتاع خطب يعني دايما مشاهد الخطب اللي عجبتني في الحياة قليلة جدا يعني ناس كتير تقولك مشهد رائع شفت الخطبة ديك ام الخطبة يا جماعة شفت وهو بيمثل وهو ايدي شفت وهو بيعبر خب اقول لك سي ما عندي خطبة في فيلم ادي ما بتعرف اكتر اكتر حاجة بحبها لعاد الامام في الفيلم ده كما كان بتخانم مع سعدي يونس وهو نازل عالسلم رهيبة رهيبة انا انا مش شايف ان الكنز في الموحش لا الاول ولا تاني على فكرة وشايف ان هو بس يعني هو شهد محاربة كبيرة جدا من الجمهور لانهم ما تقبلوش وده موضوع سهل جدا لانك مقدم مادة فعلا يتشتريها ما تشتريهاش وبايدر للأسف لانك مكدس على تلات حواديث والتلات حواديث فيهم حاجات كتير تخلي اللي بيتفرج ما تشتريهاش يلاقي كرنج هنا يلاقي بتاعي هنا يلاقي معرفش مين انا فصلت من الثلاث حواديث وانت مستنيني او بتطالب مني ان انا استنينك فيلمين مش هيحصل مفيهوش ابيل مفيهوش عناصر ابيل تخلي الناس تقعد تتفرج وتقولك انا حسامحك عشان خطر الروورد الفلانية هو في الموحش الروورد يا اشتريت يا ماشتريتش بس حبيت وانا فاكي لما دخلت السينما سامير وشاهير وباهير وصهر الليل اوه لا تساكوتوا احنا راحين كوميديا صرف مع المفروض كوميديا بس دراما دي في نصيبه من الكوميديا دراما دي كده هو دراما كوميدي في نصيبه من الكوميديا وفي مشاهد كوميديا قوية جدا وفي كاست قوي انتصار لما ظهرت وعملت افيرنس جبار خلت السينما كل احد متلروحة من الضحك ايه قازم ومش قازم واسمعت يا مستبدة لا سمعت يا سفلة ميم ماتيريال يا خالد ابو الناجا فصلي وصل يعني ا hacking الاها انا فاكر بردو كان فيه مشاهد و هي على الحصان و لا ده ديش خالد ابو الناجا 700 دا خالد ابو الناجا ده احمد درون اه احمد ايه يب يب يعني ده جانب بردو ما كانش مكانه في في الفيلم ده. اوه المشاهد دي ما كانش احلى حاجة فيها. بس اوه كان برضو ممكن يفهم المشاهد ده ست في الموقف ده. مش احنا. ممكن. فموازي تفهم قديه هي هتحلم بالودل بالحصان مش عارفه بما انه جزء هشكله عامل كده. بس انا موصلها من الناحية دي. دلوقتي انا بفاكيرها بشكل بشكل مختلف. ان انا مكنش بص عليها وحاطيه ده في دماغي اساسا. سامير وشاهير وبهير. على الجانب التاني احنا بنوضح ان ده في رأينا. احنا ممكن نتكلم على افلام كتير للسلاسي. بس ده افضلهم في رأينا الشخصية. عشان كده احنا صدرنا لهذه. هل يكون من العدل ان يتقال على شاهير وسامير وبهير. اه مهما كان رأيكم في الفيلم ان هو مودرن كلاسيك. من العدل يتقال عليه كده. اه. مودرن كلاسيك. ينفع. الانفلونس بتاعه والتأثير بتاعه في الثقافة عمتا لسه موجود ولسه متأثر. وبالنسبة للسلاسي هو اكتر واحد ليه تأثير. اه. اصلا اللي قبله ورقة شافرة ورقة شافرة برضو ملوش الشهرة زي سامير وشاهير وبهير. واللي بعد الحرب العالمية التالتة احس الحرب العالمية التالتة. اللي باع له وبنات العام. اي فوقت اصلا لا نسيت. ما هو دي مشكلة سامير وشاهير وهو بنات العام مع بعض انه هم جوهم حوالين الثورة. اه. فالناس ما مركزتش. بس سامير وشاهير وبهير بالنسبة لي بجد احلى واحد في الثلاثة. انا مال. خلصانة يعني. اهو اهو مرش ده. مش عادل احنا هنقيمه على اساس ايه هو دي بقى احسن فيلم انسامبل وكفيلم انسامبل سهر الليالي انسامبل اكتر بكتير اتعندك ستة في سهر الليالي احمد حلمي وحنان طورك مونا زاكي فتحي عبدالله تمانية فتح عبدالرواهب وشريف منير واحمد حلمي واخضب النجل بامراتات وكل مثل حلو يعني حتى أبسط يعني دور مونزكي مثلت حلوة قوي جدا وأجنس طايب في وقتها تماما وأحمد حلمي حاجة احتلفة تماما أنا بحب أحمد حلمي جدا بس في الفيلم ده الحتة اللي هو المشهد الملحمي اللي بينه وبين حنان تورك ماشي الخناء 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 حسو دير تركت العياط ما صدقتوش قوي اوكي ناسف انها بقولك يعني كان في حتة هو باعياط كده بس حقولك حاجة حس لا لا ماشي عشان بحبك هعدي هالك لا ده انا هحاول ابع هالك دلوقتي بالعياط الفيك دي كانت خناء ما بين التنين متجاوزين معلش اللفاء صغير عارفين اغنية فكرة وده اللي بيحصل في المتجاوزين عموما انت مش متجاوز جديد لسه يا رب تكون ما تخنقتش انت تتجاوز؟ اوكي المتجاوزين عندهم ده ويمكن لو ما شفناش ده في نفسنا ممكن نكون شوفناه في اهلنا او شوفناه في البيوت اللي حولينا والكلام ده لما بيتخنقوا والخناءة تبقى خناءة اللي حيكسب العياط ممكن يبقى فيك والسريخ ممكن يبقى فيك وما فيش حد حيكونسيب ده بوينت غير لما حد يمدي ايده وياخد الخطوة فهو الفكرة وهو على فكرة وهو كان كذاب هو عادي يرسم انت عملت دوسي وانا ضحيت وضحيت 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 انت كذاب ما هي بتقوله يا ده احنا سبالة قوي وانت ملاك لكسبت حاجة ولا طلعت بحاجة ولا استفدت بحاجة ولا معرفش مينه بالكلام ده كل لما خصر الارض من بدر بان هو يجري هنا هي قررت طب انا خلاص انا السبب انا اللي جبت الجون بس ما تسيبنيش وتامشي فحتى لو الخناء فيك حتى اللي عدد فيك فمحله وحتى بس دي صالح الفيلم حتى ما تسيبنيش وتامشي ده انت مش عارف هل هي عشان بتحبه ولا عشان المظهر وخيفة من ساميرو شيربير انا ممكن اقول ان هو مدرن كلاسيك لو عجبني الموضوع او ما عجبنيش لان تأثيره واضح بس لو نتكلم قدام صهر اللي قال لي صهر اللي قال لي فيلم احسن صهر اللي قال لي فيلم انسمبل كوكبة من النجوم احسن وحاجة برضه اقولها في صراح ساميرو شهير وبهير بما انه هيخسر شكله ان قليل قوي تلاقي فيلم من جيلك وشباب وكده انا فاكر وقتها لما شفته يعني شباب دي كانت شباب وبيهزروا هزار جديد وفيه هلس شوية وفي نفس الوقت فيه فهم قصدي وانا فاكر قوي ان فيلم ده شفته مع مامتي وبابايا واتبسط انبساط رهيب ودي حاجة مش سهلة خالص انك تجيب بالجلين طبعا موضوع الفيلم بساعد الجزء الجديد تعليق على كدمة الهزار الجديد كتير من النقطة حتى اللي كانت في بداية الفيلم خالص كانت طالعة من نقاشات واضح جدا ان هي بين الشباب الشخصية اللي متأثرة با احمد السقق جدا اللي بيعش حاجة اسمها احمد السقق انا الكاركتر بتاعت حياته اللي هو انا عايز اكون احمد السقق حاجة زي كده او اختيار زي ده في الكوميديا ما كانش هيتفهم الا في الجيل ده اللي هو عايش مع احمد السقق وفهم فاني يكون ده جزء من شخصية اللي هي متأثرة وبتنكت النقط اللي بتتقال بين الشباب ده دي حاجة محترمة وده يخلي الفيلم اللي هو اللي لسه ليه تأثيره حتى الان بس قصاد صار اللي يالي انفير فات. يا مش. هايكسب تتة صف؟ تتة صفر. انا تتة صفر. اه. فيلم ثقافي يقابل دم الغزال. اتا قلت دم الغزال فيلم انت بتحبه جدا. او بس بحب طبعا فيلم ثقافي جدا. جدا يعني بس هو في شعليش قول عنا اللي هبدأ. الماشي يا. فيلم ثقافي طبع ناس كلمت عنه كتير. فحبتدي بدم الغزال. انا دم الغزال بالنسبة لي من احلى الافلام اللي شفتها في السينما. بصراحة. عشان بحب اداء مونة زاكي. بحب اداء نور الشريف. ومشاهد اللي بتجمعه هو. بحب اداء صلاح عبدالله. فيه مشهد علامي. اللي هو نور الشريف قاد بيلعب طاولة مع صلاح عبدالله. بيخش عليهم ريشة بعد ما بقى امير. فبيقول لهم مش تبركون يا بيت امير. فبيقولوا ايه ده والله. اللي مش واخدين بالهم بس هم من جواهم مرعوبين منه. ايه ده والله وهتبقى ملك امتى. فحاسين بالمسئولية علشان بيدفعوا عن البنت. وبيبتدي هددهم فبيبتدي نور الشريف يخوف وهو كمان. لما بيقول له بعثناها تشتغل مع الناس. فبيقول له تشتغل خدامة عند مين. اما قيل له عند وزير الداخلية. حتى ده القوة بتتنقل وهو بيلعب تفاهم قصدي. يا. الاداء كان حلو قوي بين الاثنين دول بصراحة. انا كان بيعجبني انه هما اصلا حطين نور الشريف وصلاح عبدالله هد تو هد تقريبا يعني. مش نور الشريف بقامته وبنجوميته وبالكلام ده كله. وفي مرحلة من المراحل صلاح عبدالله طالع الشخصية اللي بتتخنق من نور الشريف. ايه نقر ونقر. ازهق منه. يعني اللي هو التاني بيطرده هو لطهق منه فاهم. نقر ونقر وصحب جدا ودي حاجة نادرة لما علاقة صداقة بين اتنين عواجيز ما بنشوفهاش كتير برضو في السيناء. لدي علاقة حلوة. ودور يسرى برضو مهم. الكلام بتاع يسرى كلها لبعض بمشهد الحمام مع عبدالعزيز مخيونه وخنقه. اوه. اه. اي اتسابة. ايه حمد ياسين. بيورف اليريت نزوها. ان دن فيلم ثقافي. بكل حاجة قلناها عنه قبل كده. انا. أني أنسامبل أكتر فيلم ثقافي ولا دم الغزان أرجب لي فيلم ثقافي لا يعني آه لأن على الأقل أدور البطولة متسوي يمكن دوت أسماء الكاست بتاعه الكبير أكتر بس محرك القصة شخصية واحدة شخصية يعني العامل اللي بيدور قصة علشانه فيه فيلم أساساً ليه شخصية واحدة شخصية منازجة مش عارف أنا حافظ فيلم ثقافي لا سكما طب ثانيا أنا حافظ دم الغزان بس شوف أنت هتأجي أوكي أنا عمدتك هكذا بقى يعني مهما حصل فيلم ثقافي مش حاستاش على الحرج ما تقلقش آه لا فيلم ثقافي فيلم ثقافي يقول ده ويه مع أنه أنا دم الغزال فيلم فيلم جدي يعني يرجع يتظاهر أكتر من مرة وتتعلم منه حاجات كتيرة بس كأنسامبل وكفيلم أنا بحبه أكتر صراحة أنا أحب فيلم ثقافي أرجع له أي وقت عمري ما مل منه ننتقل لدور التمانية الفيلم اللي أنت متوقعه لسه موجود فيلم أنت متوقعه لسه موجود كابري ولا ولاد رزي نايس نايس ولاد رزي لأن النسخة الأحسن من كابري موجودة كده كده على فكرة دي من المرات الأوليالة اللي عندي فيها قبلية غير رأي يعني أنا ما بين كابري والفرح البعض اللي أنتو قلتوه آآ ممكن أقتنع بلي أنتو قلتوه بس من غير بناء عليه أنا شايف أن ولاد رزي هو الفيلم الأفضل عمو مانيان ولاد رزي انتو قلتو ولاد رزي هبقولو ولاد رزي برا اللي جاي حلو أوي ولاد رزي فيلم أحلى بالجزئين كمان شوف اللي جاي شوف اللي جاي اشتباك وأوقات فراغ أنا عارف أنا عايز أباك طيب أنا بالنسبة لي أوقات فراغ في جزء من قوته في ظروف بتاعته اللي احنا تكلمنا فيها قبل كده يعني اشتباك محمد دياب بعارف كويس قوي هو بيعمل ايه بعارف كويس قوي هو جايب مين يمثله ايه فهم قفضي في حتة كده واحد فاهم وفيلم طلع من الناس فهم حاس أوقات فراغ في حتة اكسبريمينتل أكتر من اشتباك رغم ان اشتباك وفيها نصبها من الجريس يعني انت لما تتفرج على حاجة فيها الأخطاء الصغيرة وفيها لا تتغفر لها عادة اسمها ايه كمنا العفارات العفارات وليست الكلمة التانية بلاش قلة أدب خليكم معنا أكتر شويتين بس يجلورفايت اللي هو برافو يعني مفهوم انه ده حيبقى موجود وزرعوا جوا قصة لشباب في العمر دوت يبان زي ما يكون في مكانه اللائق فمش هو ده اللي ممكن اروح بيه على الفيلم ده وقول عليه انها عيوب في المطلق ولكن لما نجي نحط مقارنة اشتبك مقارنة ما هي دي مقارنة منتج اخراجي أفضل ومنتج تمثيلي أفضل بشكل واضح كده كده اخراجي وتمثيلي هتكلم في النقطتين دول ماشي بس انا بتايت شوية مؤخرا بشوف الفيلم مش في دول لان دول على قد ما هم مهمين جدا على قد ما بيت بحس المهمة في الفيلم هو انه انت بتتفرج تحس حاجة تشوفها تخليك مثلا متقشعر حاجة تشوفها تخليك طب هو اشتبك عاوزك تحس بايه كلاسترفوبك خايف مش متازن نمزعج مصدور الآن نجح ولا ما نجحش نجح جدا ممكن الناس هتريليت اكتر لأوقات فراغ لان أوقات فراغ هيقابل يعني مثلا احنا الثلاثة ممكن نريليت لأوقات فراغ في تفصيلها من الفيلم كشباب وكده هو بيناقش مشاكل الشباب مش مشكلة واحدة مش قصة بس انا هختار اشتبك على فكرة مش تبقى عارفين يعني بس اه انا مش عاوز اما بختار اشتبك في سبيل ذلك بقل من الأوقات فراغ مش قصدي كده حتى وانا بقول انه منتج اخراجي ومنتج تمثيلي افضل مش قادر اقول انه هو منتج كتابي افضل يعني الاخر ساعة بحس اوقات فراغ ده اللي عامل الفيلم كان بيفكر فيه اللي عامل الفيلم اشتبك الله هو اعلم لو كان بيفكر في البلد في البلد ولا كان بيفكر في عايز البلد ازاي تبقى انا او يحكي تصل من جوه البلد لناس ده ولا عاوز لما يروح لمهرجانات الناس تقول ايه اللي هو اعلم انا معرفوش شخصيا بس الفيلم عظيم كده كده ملناش دعوه بس يعني انا عمري متنقشت في نقطة ازاي دي معالية فمعنديش فكرة بس اه انا محسيتش دي في الفيلم ده بس حسيتها فعلا من المشاريات تانية انا صراحة اقول يعني كالصوت انا انا صوت هيروح لأوقات فراغ عشان بس فكرة ان اوقات فراغ كفيلم كاحساس على فكرة بالنسبالي بالنسبالي هو خام اكتر هو رو اكتر والحاجات التانية اللي تخليه لسر او اقل من ناحية السينما اذا صح التعبير يعني مقرارة باشتبك فيه حاجات كتيرة تغمد عينك وتعديها الفيلم زي ده علشان زي ما انت قلت كان في حاجات كتير وهو الفيلم ده كان فعلا مش حاطت فلتر على قد ما يقدر مقارنة بحاجات تانية كتيرة فزي ما انا انصدمت من حاجات في اشتبك انا انصدمت في السين ده لما انا كنت صغير حتى وانا اتفرجت عليه انصدمت من حاجات كتيرة فوقات فراغ ما كنتش حتى افكر ان انا اقول ان حاجة زي دي تتحط في السينما وما كانتش محطوطة في الفيلم ده من ناحية مبتزلة لأ يا كانت محطوطة وليها معنى مهمة جدا للقصة اللي بستحكي وليها يومنا هذا وانا بتفرج على الفيلم ده لسه بيسيب فيها تأثير كبير جدا علشان لما كبرت عليه ورجعت ومواقف تانية حصلتلي في حياتي يعني برضو ساب فيها تأثير لما ارجع ازوره فايوا في بعض الحاجات اود ديت اتصالحة مش هاجد بحاجات باقي كرنج جدا في حوادية انت هتقول حاجة؟ لا 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 في تفاصيل في اوقات فراغ بقولك مصرية اكتر زي بيهربوا من جماعة خوشوا السينما قوتوا بنات من مش عارف ايه يعملوا احاق واحدة قبح كده قبح احنا بنشوفه في الشارع اشتباك فيلم لو في واحد اجنبي رابع قاد معنا قل لي رشح لي فيلم مصر هيقوله اتفرج على اشتباك الفيلم يشرف. فاهم قصدي? والله العظيم فيلم كده لا تفرج عشان باكر. شغل. فيه شغل يشرف. بس يخش القلب مش عارف. هو يخش القلب برضو بس هل اقوات فراغ يعني يخش القلب اكتر? هي دي اللي بتكلم فيه. انا اقوات فراغ. انا التست الاعظم بالنسبة لي للفيلم الصدم ان هم يخلينيش عاوز اشوفه تاني واشتباك نجح في ده تماما. انا هفوت اشتباك. بس في نفس الوقت عايز ادي الاوقات فراغ احترامه من نقطة مهمة. انا قلتها وعاوز برضو اوضح بتاعها. ان ده منتج اخراجي افضل. لان هو الاحباس بتاعته كلها بتدور جوة عربية الترحيلات. فهو تحدياته الاخراجية اعلى. بكتير. هو مصعب الدنيا. اوي 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 اوي. فلما بينجح فيها بيبان قيمة النجاح دوت. اه اوقات فراغ ممكن يكون اخراجيا مش مبهر ولكنه مش محتاج. يعني هو. هو ما فيهوش ما يستبعي ان هو اخشفت احبيات اخراجية. تبرز القدرات بتاعته على مستوى التقنية او على مستوى الفن والامور دي كلها. احتباك في في النص اا ما بيبوط اشتباك انا بيبوط اشتباك. ت راتة واحد. اتنين واحدة انا اخد اتنين واحدة اكثر ا اتنين واحدة. انا كل شوية هتكلم. اه في حق الفيلم اللي ضد اشتباك او بيبوط اشتباك. banget. اخرجت وعمارة ياعقبيان هستبدأ؟ كان ودهت مرفع ايه؟ هستبدأ ولا ابدأ؟ لو عندك تبدأ ايه؟ انا محسومة بالنسبة لي الفرح فيلم بعشاقه بس عمارة ياعقبيان من الافلام اللي هي ايه؟ مش حبيبتني في سينما لانوه جديد شوية بس زاد حبي للسينما ازاي قدرت تحكي كل الكصص دي وتدي لكل خلال كافية ازاي قدرت تروح لتفاصيل كل وانت في نهاية الفيلم هو نفس مدة الفيلم بتشوف هند صبري بتفاصيلها في دخلتها ازاي بيعرفها في البداية يعني اخراجان برضو فيه شغل رهيب رهيب والتمثيل اداء التمثيلية عالية قوي بمشهد مثلا زي اللي بين نور الشريف وخالة صالح ده من احلى المشاهد في السينما بالنسبالي اللي هو قاعد بيقول له انا معرفش غير ردي كرومي ومشعر في ارنب وكال الحتة دي اداء عادي الامام مميز جدا الكتابة السيناريو والحوار يعني حسوا فيلم هيعيش قوي يعني بصراحة حسوا فيلم ده بعد خمسين سنة هنلاقيه لسه موجود الفيلم ده انا هفوت الفرح انا عارف شفت الجملة الاخر جملة انت قلتها في الخناء اللي فاتت ان اشتباك فيلم يشرف تفرجه على واحد اجنبي ووقات فراغ هيرزنيت او هيعلق مع جمهور معين انا شايف نفس الموضوع هنا وهو حاصل اللي صالح مين الفرح هو الفيلم اللي المصريين هيتعلقوا بيه اكتر بس عمارة ياقبيان فيلم المصريين هيتعلقوا بيه جدا لا انا اختلف معك في دي بس لا كمان لا انت لم تيجي تتكلم على المهرجانات اللي بره والكلام ده كله هم عاوزين مروف ذات هم عاوزين الحاجات الغرقانة قوي جوه البيئة بتاعتك وجوه الشخصية بتاعتك وجوه الكلام ده كله عمارة ياقبيان لا الحقبة ولا الزمن ولا الاحداث ولا كل اللي بيحصل دواد اصلا مش عايز اقول في يومنا هذا حتى وقت عرض الفيلم كانت ريلافد انا عايز اكسيم البايس البايس بتاع اللي انت اريه تمام بايس الكتاب اه انت اريك كتاب ايوس سيب البايس ليه لا سيب الكتاب والله انا بس بقول لها انا الوقت جيت تصرت كتاب لا بس انت ذكرت من شوية انا قلت من شوية انا قريته علشان والله كنت احدي له بوينت مهمة دلوقتي لما جيت تتكلم على المجهد بتعخلت صالحه ونور الشريف ممكن يكون زي ما تصورته زي ما شفته بالظبط عظيم يعني وقدتك الكريدت بتاع عدد من المشاهد اللي ابهرتني في الفيلم وعلى فكرة احنا دايما بنشيل من الفيلم دوت وزنه الكوميدي في بعض الاحيان هي قليلة بس جندة جدا انا بقى لي فترة عمالة استدعي المي مابلتي بتاعت شفت النطة؟ شفت النطة شفت السبرينت وشفت المعاشد دي ده مكتوب جميل ايه ايه لا رهيم اه بس لا انا بس بشير للنقطة اللي انت قلتها لما تيجي تتكلم على موضوع بره عاوزين يشوفوا ايه عندنا وينباهروا بيه اكتر مش عايزين يشوفوا عمالة يعطبيان خطير انا مش قصدي بس عشان امامي احيو اوزن اوحش اداء ليه اوزن جيد خالص بس اعدي على فكرة ولا احسب عمالة يعطبيان افضل اداء للمروان حامد وارى ان هذا الفيلم غارق في الاسماء السلسية وانه مو يعني ايه الاسماء السلسية ابن وحيد حامد لا لا اقول لك ليه هو احسس ان في يد ايدي خبيرة اكتر ان الدور طهد عيلا مع يعني مع اكتر المماثلين الشباب اللي كانوا نحتوا في الصخر وكانت دي الخطوة المنطقية بالنسبة لهم اللي المفروض تلونشدهم انتو اكستريم ستاردم يعني اتصحبت 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 منهم انت كنت هتكاست مين مكان دور محمد امام بصوا فيه كتير بصوا فيه كتير بما ان فيلم فيه نور الشريف وعادي الامام وبتاع فعادي جدا ان كان نجم من نجوم اللي تقلق ويجي عمل دور محمد امام ده عادي اما كنت لقى كريم عبد العالي ما كانش هيقول لأ فينفع هو طبعا سقطة وليت اكثرها يعني انا مش 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 فكرة ان انا ازعلان منه بس علشان ما جايب ناس معرفش مالها انا اخرى جاي عندي شوية حاجات حاسس ان انا لو كانت في ايد مروان حامد تين يرز ليتر كانت بقيت حاجة تانية انا حاس مروان حامد تين يرز ليتر هامل الفيلم ده اوحش ما انا في النقطة النقطة دي انا مختلف فيها معك شوان عارف ليه لان هو الفيلم ده كان بيشتغل بمخه اكتر من عضلاته الافلام التانية كان فيها استعراض عضلات اكتر ما بيشتغل بمخه انا ما بروحش للحاجات اللي الناس بتحبها قوي لان انا اصلا عندي عليها تحفظات وهي ما وقعتني في مشاكل مع الناس انا رحل في المين بالتحديد برهيم الابيض وطراب الماس اه جمدي جمدي لكن الفيلم الازرق ما معرفش البتاع اللي كان بيراقبه فيه دوت كان اسمه ايه؟ الفيلم الازرق لا الاصليين والحقب ماشي ايه ايه بس اه لا دي فيها استعراض عضلات اكتر من لازم اهنئك على هذا التعبير بس لا تراب الماس وبرغيم الابيض ما كان مشكلة كانوا فيهم لويالتي قوي للقصة كان فيهم اخلاص قوي للشخصيات كان فيهم اداءات تمثيلية احسن بحب حلوين من ايه؟ من امرتي عقوبية امرتي عقوبية امرتي عقوبية مبقرش عليه في الموحش بس الفرح نقطة الارتكاز بتاعته الانطلق منها كل القصص الفراعية اللي شغالة جواه الفرح الشعبي ادى لك تفاصيل وانت عايش في مصر اغلبها انت متعرفهاش ودخلك جوا حيات شخصيات بالنسبة لك كارتون جدا واداهم ثلاثة ابعاد النباطش بتاع الفرح والرجل بتاع المعرفش مين والمعلم والمونولوجيست العاب يغني حتى ياسر جلال بكسوته واللي عايز يلحق يعمل عملية عشان فرح اه وان هم قصة قديم في كوش هم نفسهم متجوزوش معملوش فرح بس راحوا قديم فرح طبعا عظيم بس امعيش على ردا على حتة محمد امامي هو الحاجة الوحيدة يعني عمرتي ياكوبيان ده اصغر الادوار زي مراد بسم ثمرة مثلا بتنصر حلو اسعاد يونس دور صغير قوي بس انا عمره شفت اسعاد يونس كده بالشكل ده اللي هو طلع بقى فلن يعني عادي طلعت زكريا مين اللي شرق احمد بدير و احمد راتب صح احمد لا احمد بدير كان احمد راتب كان شغال عند عادل امام احمد بدير كان قال له يسرق حاجة من عند عادل امام حاجة كده كان فيه يعني ما عجبونيش في الفيلم اده خلص ده فيه حتة احمد بدير لما بيقول لي هند صبري خدك المخزن فقيت له انت يبقى خدك حا كده ما انا ما عجبنيش احمد حال ستون ومقدم نسخة كرتون من الشخصية مش عاير طيب انا هفوت انا بقول لعمارة ياعقوبية انا بفوت الفرح ابو مش عايز اقعد اداري وقول انا بحب بعمارة ياعقوبية بس انا بحب بعمارة ياعقوبية اه ده حقيق لا انا بفوت عمارة ياعقوبية بس الفرح كيس بعيد احمد فرح الورد ام سوري انا دلوقتي بالكلامك افتكرت اقديل فرح لا فيلم حلو بعيدا عن بتاعته بس حالة علي طيب. صهر ليالي وفيلم ثقافي. جيد 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 جيد. يوفوت فيلم ثقافي اي فوت صهر ليالي. ايه ده خلاص انتم ما فمية. انت فيلم ثقافة وانت صحر ليالي. فيلم الثقافي اكسب صهر ليالي في كل كاتجوري في الدنيا الا ده. صح. كأم صمم صهر الليل أنا أقول صهر الليل على فكرة أنا بس أنا بحب فيلم سخافي جدا من أحد الأفراني بحبها في مصر بس هو دخل قصد ده في تصنيف قبل كده وكسبه بس ما كانش تصنيف أيه بالضبط في حالة أنه كفيلم أنسمبل مجموعة من المسلين بس برضو في حاجة فيلم سخافي مش بس التلات ممثلين بتوعنا الأبطال أنا بفتكر كصة الدكتور بفتكر كصة اللي عنده حمار بس دول سايد ستوريز فيه زيهم في كل حاجة في الدنيا حتى في صهر الليل لما تيجي تتكلم على العائلات بتاعتهم على القصة بتاعت هارون اللي فيها العالم بتاع جهان فضل على القصة بتاعت اسكندرية لما رحوها بالحصل جواها بس أصدي الفيلم الثقافي هو فيه تلاتة مين في السكواد بعد كده هم كتير هم بتاع عشرين واحد بس هو الأنسمبل بتاعنا تلاتة المستر عليه تلاتة الحدوطة حدوطة تلاتة وعشان كده اللي انت بتقوله يعني أنا بتكرم اللي انت بتقوله أكتر وأكتر إن اللي بيدي إيمة الفيلم الثقافي هو إنه ما فيهوش فصل وحش ما فيهوش فصل مش مسلي ما فيهوش شخصية سيئة كل أغلب الشخصيات الجانبية هنفضل فاكرنا بس واحد نتكلم أنسمبل تمانية على الشاشة أوزام متكافأة حواديث مطيرة للاتمام أنا معاكم أختم أختم ده مفيلمي اتنين واحد كده اتنين واحد صار اللي يفيش مشكلة نصف النهائي الفيلم اللي انت عاوزه لسه موجود ياس سير الفيلم اللي انت عاوزه لسه موجود والفيلم اللي انا عاوزه لسه موجود ولاد رزق يقابل اشتباك ما كنتش متوقع قالص ان ولاد رزق يميكت دي سفار اه ولا نا صراحة مش علشان بس كاتي يعني مفهم يلا يلا شرح حاجة بس دي سفار مش عارف لا أنا بقول اشتباك طبعا يعني صراحة مش عادل تماما ان اللي كان قصاد اشتباك ما يعدوش ولاد رزق مش تقليل من فيلم ولاد رزق ولاد رزق فيلم حلو فيلم ممتع كان ايه لقصاد اشتباك ما يش بس اشتباك كان قدامه حاجات اعلى اشتباك يكسب كونسومبلا اكتر برد بالضبط دا اوقات فراك اللي يسخ كانوا كانوا بقى دول انا ما حاولتش عدوهم دهما ايه ابطال فيلم اشتباك تايش احمد مالك البنت اللي عندها الساب ستوري بتاعتها الواف هي يعني اكبرهم من اللي كريم هي يعني اللي ايه النجمة بجد كان فيه كتير منهم كان فيه جهاز جديده حتى ده فيه اربعة خمسة جوه العربية بيشاركوا قصة لوحدهم غير البقية ده ايه تلتاشر 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 كده nós't bilis ابت Anal انتوا عارفين طبعا ما اناكون هتكلمنا كتير هه انا اقول لعمارة ياقبي الكريم انت عارف فعقول لي انت عارفين انت اقول لي انه mikro انا اقول لعمارة ياقبي كريم او او والله دلوقتي بس بالاعدة دي انا أتكرت بس قدية فلم صpresa اللي היהلي انت انا عملها فقرف تقفى خرف خروف معتش نوعني دي مش stayed area بتاعتي خبرة خلينا نقول بس انت усلج مجاوص جديد صح? ممكن بعد 3-4 سنة جواز تحب فيلم ده قوي بالضبط ممكن عشان كده والله من غير يعني هو الصهر الليل انت قسنات كم 2003 انا متجاوز في 2003 جمال يعني لو بقولك عليه ده ممكن تشعرف عنه حاجة سعيتك لا انا ما شفت الصهر الليل كنت بمارك اكتر على اللي شفته في حياتي من اهالي صحابي اهالي لا هو ده الجواز عندي سؤال هو صهر الليل الفيلم هو اللي خلى اخر اغنية بتشتغل في الافراح يا صهر الليل هو بسببه ان بننهي بصهر الليل وحاولوا بعدها كتير قوي لقوا حاجة تركة بالترند ده وتمعرفوش احنا اسفين والله بس فيلم ده ما تنساش اسفين نور الشريف محنا لسه فيها لا لا انه صراحة عمرتي عقبيان شوف انت ايه يعني عمرتي عقبيان مع نور الشريف وعدل امام كانوا في البعض يذهب للمقزون مرتين بس عندك هنو صبر باداء اعلامي عندك هنو صبر عملت اداء حلو اوي عندك محمد امام باداء فضيئة هنتوا بتكسبون النهائي كمان ولا احنا لسه بنتكلم لا لا النهائي اللسه شوفوا انتوا دي نقاش تاني اشتباك رحمة رجانات وكده ما هي عمات يا قبيان رحمة رجانات برضو وعمل بز برضو رحمة رجانات بفلوس لا لا كمان رحمة رجان برلين تقريبا هو كان لسه خالد حمد بيحكي في البودكاست مع بتاع افلام اشتباك راح توم هانكس شخصية راح توم هانكس شخصية اشتباك راح كان محمد دي دخل الاكاديمي باشتباك فرق عشر سنين من الفيلمين يا اشتباك هو المنتج الافضل تاكسي دي اما اخراجيا وكتابيا انا بقى ليش بقى ده بقى بصراحة انا بقى حس يعني هنختلف في دي اختلفنا قريدي يعني بقى انا بشوف اخراج امرت يا عقبيان وكتابته في قصة العلاق الاسواني والعمل السيناريو والحوار وحيد حامد و دي ات دي 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 دوت انف عدالة لم يكن كما يجب ان يكون طب حتى تحس كتير قوي وانت بتتفرج على المواجهات بتاعت الشخصيات ان رمز بيقابل رمز ان رمز السلطة بيكلم على رمز الاقتعية وان رمز البشوات يقابل رمز الفقراء وان رمز المقورين يقابل رمز معرفش مين ده مش موجود هنا؟ لا مش موجود هنا هم شخصيات انا بقولك ده فيه انت لما بدوس الجوة العربية ممكن تلاقي اربع خمس شخصيات بيمثلوا حاجة واحدة بس في حدودة ما بينه تلعبوا بص الـ لو هتتكلم على الرمزيه اللي هتدقيقك هقولك في فيلم اشتبك الجيم بتاع XO ضعيف بالنسبالي في حتات الرمزيه دي مش ضدك فلي اه لو هنقف على الوحده BE مصير العربية في النهاية ااً مش احسن لي داخلة الدماغي خصوص مع الجيم XO ده اللي هو تااكل بالمعلاقة شوي اه يعانا تلعبهم بس ده يعني الممثلين ها يبقوا كاركتر اكترز شوية يعني ما ينفعش يكون كاركتر ده اكترز فيلم زي اشتباك لا بس فيلم زي امرت يا عقبيان لما عاد الامام يكون قدام الشاشة هو لازم يعمل عاد الامام بالعاد الامام ازم تكون موجودة في الفيلم ده بيخدم انا ما كانش عندي مشكلة في ده كله الا في مشهد الخطبة بس بقية الفيلم كله انا بحب عاد الامام فيه خط الاحداث بتاع نور الشريف هو سمية الخشاب والحامل ومش الحامل والورث والكلام ده مسلسل عصيان ضعيف شوية مسلسل قناة تانية مسلسل ما يمكتش انتو رمضان الخط اللي ها ضعيف الخط اللي هوا بتاع زي برحوا سقطوها ده ضعيف شوية بس فيه في نفس الخط ده ابن ابن نور الشريف لما انو شريف شيخ ومش عارف ايها دي كاية خلوش يقول له تشرب جوب ففيه حاجات حلوة برضي والله الكتابة جميلة يعني ما اشتبك ده المشروع اللي فيه صفات الاستقلال فيه صفات السينما اللي بتكافح مش صفات اكبر شركة انتاج جايبة اكبر نجوم واكبر معرفش مين وجايبين ولادهم احيانا بتبقى مش نعمة عندك ده كان فيه مثال زي ده ليلة البيبي دول ومعملوش حاجة عشان ده كان عنده المادة الاصلية الرائعة انا اللي لا اقلل اطلاقا من الرواية وكان عنده الكاتب مش هازه اقول الافضل لان بس يعني ده وحيد حامد كمان وعدل ما انا مع كامل احترامي للستار باور اللي موجودة في ليلة البيبي دول بس كلهم كانوا يعني بعد ليلة البيبي دول بحاجة شوهم عن البطولة لو انا فاكر صح هما كلهم بعد كده خلاص اه انا عايز اصبورت انا ممكن اشتغل دور تاني مع احمد الساقة انا ممكن اشتغل دور تاني مع احمد عز انا ممكن معرفش مين خلصنا يعني لكن الوحيد اللي كان لسه ليدنج وبقى ليدنج عدل ما وبالمناسبة ده يبين ان عدل امام ده ذاكي قوي يعني عمل عمرت عاكوبيان وجي زهر ليه تلبيب دول هرش ان هو مش هيبقى بنفس عليك فاكس طب سؤال لو كان صحر الليالي هو اللي تقدم وصاد اشتباك تفوز مين انت كنت تختار مين صحر الليالي وصاد اشتباك كانت تبقى صعبة قوي انت عاوز ترهق خلايا مخي لهذه الدرجة لا 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 افتراضي انا اختيارك ده هيكون علشان انت شايف اشتباك فيلم احلى ولا علشان انت مش شايف ان عمرت عاكوبيان فيلم حالي تاهم الحيط اللي انا جاي منها طب بس انا ممكن اقولها ويبقى ليها معنى تاني بس عرف كان صار الليالي كان هيفوز لصاد اشتباك ولا لا؟ مش بسهولة اعتقد انه كان حيكسر بس مش بسهولة انا انا فهمت قصدك انت يعني مش على قد حبك الاشتباك انت عادي كرهك لو امرت يا حكوبيان لا يا معنى شو انا لو انتوا عاوزين دلائل على حبي الاشتباك بص انا انا حكيت لك قبل الموضوع انا بحب الاشتباك لدرجة اني لما شفت صفحيته على ادقازيت نفسيا وروحت كلمت الدياب وقلت له عاوز التريلر وقعت انا عدت يوم كامل سايب شغلي وعمل اتكلم في دياب واكلم في الموقع وهو شخصاني مش عارف هو ليه ده مهم بس انا مصمم انه لازم ينزل بوستر محترم ولازم ينزل تريلر محترم ولازم ينزل بروفايل محترم والريفيو بتاعتي موجود اشتباك انا تالي تسعة او تسعة ونوص من عشر اشتباك انا اقول تلك انا دخلت سينما مرتين برضه من فيها منتج فنية استثناء انا دخلت عمرتي عقوبية في السنة كان للكبار فوق والله والله من اول مرة وانا طالع ايه رأيك مراتي كنت تفرج معي اه بس مش ده نور الشريف مش ده نور الشريف يا جماعة مش ده اللي نور الشريف ممكن يبرنج انتو ده تيبل يا جماعة وقعدنا في سايد ستوريز على فكرة موجودة في الرواية عشان نطلع الموضوع الموضوع الست اللي دي حكت عليه وتجوزها وبعد كده حملت وسقطوها وكل ده في الرواية لوحية تحمل مجابش حاجة من دماغه في الموضوع ده بس هو كله على بعده ضعيف ده I hate what I really hate ان في معلش انا شكرت في محمد ابان في بعض الاعمال وفيه اعمال كتير من بحبوش فيها ده حقيقي وانا مش شايف ان هو بالوزن اللي هو وصله دلوقتي وانا آسف لو دوت ممكن حد يقوله استقصاد او كلام زي ده مروان حامد على الجانب الاخر احنا كنا بنفكر نلعب افضل مخرجين في الالفية وتلكم دي ما تتلعبش لان مروان حامد حكسابها وسايد ايدو صح؟ فانا مؤمن تماما بموهبة مروان حامد بس لما تقول لي ان اكبر مشروع في العشر سنين الاولين في الحقبة الاولانية من الالفية الجديدة كان بيتعمل وكان وراء الاسماء اللي مرتد مكانهم في هذا المكان بتاريخهم وعرقهم وتعبهم والكلام ده كله بتتكلم على كاست لست بالاضافة للتكنيك الرولز اللي موجودة يعني عشرين خمسة وعشرين اسم من اتقل ما يمكن ومحمد امام ومروان حامد يعني هو فين المنطق اللي بيقول ان مروان حامد ده لو بس ما كانش ابن وحيد حامد كان خد الفيلم ده ومين اللي يقول ان محمد امام لو بس ما كانش ابن عدل امام كان خد الفيلم ده مفيش حاجة يعني كلامك صح بس ما كانش ما قالهش من الفيلم اللي ترجعك وجود محمد امام في هذا الدور مقابل واحد تاني من الممثلين اللي نالوا ما يكفي من التجارب والاخفاقات علشان يستحقوا مكانهم هنا كان ممكن ان الدور يبقى حسن بكتير مروان حامد ارجبل ممكن نتفق وانا ممكن اقبل الاختلاف فيها لكن تقولي ان محمد امام قدم دور عمره في الفيلم ده بس انا عايز اقولك الحوار ده في السينما المصرية كتير قوي فلو هتعمل كده هتلاقي اشتباك مع فيهوش الكسة دي طبعا ايه لا حد ما والله ولا نعرف احنا لو قعدنا جوه يمكن نطلع ممكن نطلع اه ميار الغيتي ميار الغيتي تيالي او ميار الغيتي او ميار الغيتي هم اتنين اخوات اللي في كاتف الفيلم تقريبا مي ميار الغيتي ميار الغيتي ميار الغيتي اه بنت الكاتب اه اه هي موجودة موجودة في السينما عمتا المهم زي ما انت قلت بالزبط هو انعكاسه على جودة المشروع موجود او مش موجود انا بتدعي انه موجود الجودة في مران حامد الى حد ان ما في مران حامد وانتم مختلفين معايا وفي محمد امام وانتم متفقين معايا اصدق المحمد امام واسطة يعني في الفيلم ده اه طبعا مية في المية بس ما وقعش الفيلم بس ما وقعوش انا ما بقولش ان معامرتي عقوبان في الم واقع طبعا يعني انا بقول هو سبعين في المية من الفيلم الذي كان ايجب ان يكونه وبعدين برضه اقولك على حاجة بصراحة هو مشهد واحد بس اللي عمله وحش الباقي كله كان عادي تمام ماشي حاله اه اه دور محواري طبعا هيفوت هيفوت اشتباكت هيفوت عمارتي عقوبان رغم يعني احترامي الشديد الاشتباك صراحة على ما اعتقد ان هيكون من العدل واحنا نتطفق مع بعض ان لو كان ينفع ثلاثة يكونوا في المرتبة الاولى تمام يعني اشتباك عمارتي عقوبان صار اللي قالي وممكن نترو ان فيلم ثقافي عشان ما بحب فيلم ثقافي بس اشتباك اه فلم ثقافي الكتف اللي هياخده هو كتف الانسامبل بالضبط الانسامبل رصة كوكبة من النجوم صهر الليالي اشتباك محترم جدا بس انا شايف ان عمارة يعقوبان للجمهور المصري كمان هو تعريف لفيلم انسامبل حل وفيلم انسامبل هيفضل عايش فترة طويلة فانا هيفوت عمارة يعقوبان بيجمستك عمارة يعقوبان مليش دعوة بس بيجمستك اوكي عمارة يعقوبان انت حتى بتقول كوكبة من النجوم اشتباك مش من بطولة كوكبة من النجوم اصدي ايوة ممثلين ده المعنى بتاع انسامبل الاتنين جمال والله ايوة بالضبط وانا لو التلاتة ينفع يكونوا في المرتبة الاولى صار الليالي هو كمان الاتنين جمال والله يعني عمارة يعقوبان يفوس انت اشتباك؟ طبعا اشتباكي سهل طبعا انت كتبه عمارة يعقوبان عمارة يعقوبان متشبكوا لاختياركم من البلاحة لا والله لا والله عمارة يعقوبان فيران سكوير فيران سكوير يعني انا كان ممكن يخسر عادي بس مش قدام اشتباك اشتباك ايه؟ اي حاجة كنت عايز اديكم من طبعا ان انا بكتب كلمتين اوه اوكي انا برضو كتبت عمارة يعقوبان جنب بعض عشان اديكم طوال مكتب كلمة واحد انا برضو عشان الدنيا تبقى واضحة انا ما بقولش على عمارة يعقوبان فيلم وحش انا بقول عليه سبعين في المية من الفيلم اللذي كان اجاب انتونا بس كان مع عمارة يعقوبان ده كان فيه اكتر من كده كان فيه احسن من كده اشتح اذا عمارة يعقوبان بيخسر في النهائي امام اشتباك زي ما شفنا قدامكم درواتي مالكوش ايه دعو باللي تصور احنا ندعو بالإيدت احنا ندعو بالإيدت زي ما نعاوز بقصة محصلش كده امارة يعقوبان هو الفائز بجائزة افضل او بطولة جماعية في الالفية الجديدة كفيلم مصري كفيلم مصري اه اكيد مش فيلم علامة داخل فيلم علامة لا فيه فيه اه اه انبسطوا بالحلقة جدا جده مجده حلوه اكتر من اللي كنت متوقع صراحة المهم تكونوا مبسطين انا بيهمني ان الناس اللي جايها هي اللي تكون مبسطة مش مهم الجمهور يا رب انتوا كمان تنبسطوا بالحلقة ما تنسوش لو حبيتوا تلعبوا اللعبة دا تقولولنا مين اللي فاز في السينريوهات بتاعتكم وتقولولنا افكار لحلقات دور 16 السينمائي من هنا ورايح علشان تثرو الفكرة اكتر وطبعا لو في فكرة موجودة في الكومنتات واخد لايكات كتير هتبقى ليها اولوية في الاعتبار وكل حاجة ما تنسوش ان حلقة الكواليس موجودة للمنتسبين وراء زرار الجوين وما تنسوش اللينكاب بتاعت قنوات الشباب تحت في الدسكريبشن الف شكر ليكم باي باي